أقدمت ميليشيات الحوثي على ربط الصرف مادة الغاز المنزلي بتسليم الزكاة في محافظة إب كما هددت المواطنين بالسجن وحرمانهم من الإغاثة في ريف شمال تاعز وحولت ميليشيات الحوثي شهر رمضان إلى موسم للجبايات والإتاوات تحت مبرر دفع الزكاة من التجار والمواطنين وضعفت المبالغ التي جار فرضها بالقوة كما منعت التجار وفاعل الخير من مساعدة الفقراء وتقديم الزكاة إليهم واحتكرت بالقوة تقديم المساعدات من أجل نهبها